كابتن عميل عايز سألك السؤال. لو انا سألتك الدوري السنة الجاية. يتعامل بشكل استثنائي ولا يتعامل بشكل طبيعي. استثنائي دي اللي هو يعني نعمله بقى مش عارف عشرة متنفسين. وبعد كده ناخد التمانية اللي تحت نلعبهم دوري لوحدهم. والروايات والكصة الكتيرة دي. ولا تلعب بشكل تقليدي ونتأخر عادي تاني. لا هو مش كصة اللي انت تتأخر عادي. انت في إيدك تعمل جدول. يعني الناس كلها بتقول الدوري الاستثنائي وانت الدوري الاستثنائي لو كنتها استعملوه وكنت تتعملوه وان قبل كتب. هي القصة كلها لو فيها نظام واتحاد القورة ورابطة الأندية كلمتهم جمدة عا الأندية. لا ما فيش تأجيلات. ما فيش تأجيلات وانا بتلعب. طبعا انت من الوقتي بتضغط مطشاط الأهل والزمالك والفرقة كلها بتلعب كل يومين. مش معنى ما اشتاكدش من إجهات. بس هي الكلمة الكصة كلها يا كريم يتحط نظام ويمشي عالكل. يمشي عالكل. انا انا اقولك الحاجة يعني انا توقعي. انا توقعي. اللي بيحصل قبل كده بيحصل قبل كده ومش شرط مش مع المجموعة اللي موجودة دي. طب انا هقولك الحاجة بقى جات فيه بنا خدمة. فيه احد المدربين اشتغلت معاه اجنبي. اشتغل في الاهل والزمالك. ادور براحتك. المهم جي في يوم. فجي في يوم. يعني كلنا مسافرين مش عالف ايه. فطلبوا تأجيل ماتش. فما تقلت هو فقش. فقال وهو اعكد. وفي المدربين كتير كانوا سمعين الكلام. قال طب هو ليه احنا هنا ده انا ما كنت شغال في نادي الاهلي. اقلها كده. وانا ما قلهاش والله انا عمر ما بجد في الحاجات دي. انا بس كنت احلم تاني يوم يحصل للتأجيل. احلم يحصل للتأجيل. قالها. اه يلما كان الاهلي بيطلب تأجيل. اه بالضبط. 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 وانا ما بقولش انا ما برميش على الاهلي. انا ما برميش على الاهلي. انا برميلك الوقتي اللي ما ينفعش بالتليفون وعشان خاطرنا ومش اهلي وزمالك بس. واصلحنا عندنا اجهات وده اللي بيحصل. انا لو جيت حد النهاردة مسؤول بشيل قلبها يا كريم. ما عفيش حاجة اسمها. ممكن اقولك حاجة. انت حكيت كسة تشاهد عين في ميها طبعا. بس انا بحس دايما انه الاهلي والزمالك عن كل الاندية اللي في مصر. ايوه. بيهضوا حقهم تالت وامتالت. ايوه طبعا. ورغم كده هو الاهلي وزباق اكتر الناديين بيبقوا مندين ومتعصبين ومتنفذين. ايوه طبعا انا بقولك. بس بقى الاندية احنا لو بصنا على بقى الاندية وحوق بقى الاندية حيبقى الاندية. دليل اللي فيه فرق بتلعب الساعة اربعة فعايز النهار ولا خمسة وفرق بتلعب الساعة تسعة. بزرعة. انا معك في دي. اه. فالهدف من كلامي اللي زي ما بقولك. الجدول بيتحط. ما في انا النهاردة لو رئيس لجنة مسابقات محترمة يا كريم وانت حبيبي وانت مسؤول في النادي مش هرد عليك. عايز فيه حاجة رسمي ابعتلي. ابعتلي دي ما تزعلش. لكن هي النهاردة زي ما بقولك. انا حجامل كريم وحجامل محمد وسيد وعاطف. عشان كده بقولك في الاخر هو اللي بيحصل كده. لو عمتل ما فيش نادي في العالم اصلا بيبعد لنجنة مسابقات او رابطة اندية في العالم حتى لو من رسمي. ليه؟ انه لو رايح بتقول ايه؟ لو رايح بتقول ان انت عندك على الاقل يومين راح. ده في العالم كله. ايو. يعني عشان لو فيه مطشط افريقية اوروبية في اي حتة. انت معاك على الاقل يومين راح. لو اقل من يومين انت ساعت هنا تتكلم. بالظرطة. وعايز اقول لك الحاجة. اهلي وزمالك الوقت ايه؟ كان زمان بقى بتسافر انت بطيران عادي وتوقع الترانزيطر 14 ساعة و13 ساعة. انت بطيران خاص. ما احترامي. وابعت حاجة بتبقى انجولا وجنوب افريقيا. ابعت حاجة. انت الوقت بتكلم في الجزيرة ب3 ساعات. في المغرب ب4 ساعات. فالدنيا تقدر ملموم. عشان كده بقولك. احنا في ايدينا نعمل جدول منتظم. ونقدر نعمل جدول كويس ودوري منتظم ودوري زي ما هو شغال وكل حاجة. بس لازم يبقى فيه افكار جديدة بقى.